هذا هو كنتاك مع الفورم كيف نتعاملون مع الفورم عن طريق Riax.js على فكر أصدقائي ممكن بعض منكم انه يحب يغير في الستايل بتاع الفي اس كود متاعه ما عليه الا يمشي لكالفايل يقوم بأخذ الى هنا وبعد يقوم بأخذ الى هنا على يقوم بأخذ الى هنا يقوم بأخذ الى هنا ويغير ستايل بتاع الفي اس كود متاعه كما يحبه ممعنى اذا هو يحب يغير في ستايل متاعه انا عامل ابيس هذي اللي بسمينه ابيس همو اللي هو اه مختار هذي اوكي بي وصلنا قلنا باش نتعاملوا مع الفورم اللي هنا احنا اخذينا العديد منهم من اه قبل اخذينا الامبوت مثلا كيفاش نتعامل مع الامبوت تو باش نشوفوا مش مشكلة لو نعودوها الامبوت شوفوا كيفاش نتعاملوا معه لكن الان باش نشوفوا شنو حاجات جتود مثلا كيفاش نتعاملوا مع الراديو بوكس كيفاش نتعاملوا مع الشيك بوكس كيفاش نتعاملوا مع تيكست اريا وكيفية نتعامل مع السيليكت واذاهم الكل لازم نشوفوا كيفاش نتعامل معهم باش نهار اخر ما تحييرش انه في التعامل معهم عن طريق الرياك جي اس باختصار بسيط باش ناخدهم كل واحد في فيديو واحد باش نجيل هنا نتعامل اول حاجة مع الامبوت معلي الى نعمل كما هكا كما تشوفوا قدامكم لا الكلور هذي ما يعجبش التيم هذي ما يعجبش تيم ما وقود التيم اه التيم هذي هذي ما يعجبش خل نغير واحد اخر يكون اوضح اه اه ام ام شوف هذي ايه هذي باي اوكي كما تشوفوا الامبوت متعنا انا 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 في وسط الديف ونجيل هنا من بعد باش نعديله باش نقلو الطايف متاعه الي هو باش يكون دكست وبعد يقلو اون تشانج واضح ما لا الا باش تاخدوا مني فانكشن هذي اون تشانج جيل هنا ممر الفانكشن متاعي مثلا ديس دوت هندل اه هندل تكست واش تحوم نسميوها هذي بلايس هولدر مثلا متاع نايم مثلا مش نقلو نايم مش نقلو باش نقلو باش سماها الفانكشن هذي هندل نايم واضح ما ليه الا الا الهنين نجيل هنا نكتب الفانكشن متاعي اللي هي اشنو اسمه هندل نايم كما هكا اللي هي عبارة الرو فانكشن ومن بعد نستقبل ال او متاعي لهنا ونطبع طول طول في الكنسول دوت لوج نطبع طول طول اي دوت تارجت دوت فاليو وهذا يشوفناه من القبل اوكي فقط نعمل كونترول اس واشنشوفه من بعضنا كيما تشوفوا قدامكم هذا هو نايم متاعنا خلنا نعمل انسبيكتي انايمت لهنا باش نجم نشوف كل شي انتظروا شوية كيما تشوفوا الكنسول متاعنا اي حاجة باش نكتبها لهنا بالوقت باش تتضاف الغديك كيما تشوفه قدامكم اي حاجة نكتبها تتضاف الغديك مثلا تحب الفانيو هيداك نخزنه في وسط ما ليه الا نجيل هنا نعمل كونستركتور او الحاجة مادام باش نعمل استايت استايت الكنستركتور ذاك باش ياخون مني بروبس هيداك كل شوفناه قبل باش نجيل هنا نقوله سوبر لبروبس متاعي אן على ما عملنا من الاعاالي على ذلك لازم نعمل بعد سوبر بروبس من بعد جي نعمل استايت لانMiattiuko لاكمل هنا عند جنون wordmark كيف يكون بينهم مثلا النايم كيف تكون handifying jagوعات ومن بعد لهنا معلي ان نغير النايم باش نقول له لا نادي دوس دوت صاتب باش نخزن النايم بتاعي ذاك في وسط الامبوت باش نخزنه في وسط باش نقول له name equal the target dot value فقط. واضح? انا خزيته في وسط state. تحبوا نقوم بتبعته مثلا نجي نقوم بتبعته لهنا في وسط براغراف مثلا تاك براغراف. اي حاجة باش نكتبها باش نتبع لي لهنا نقول له احنا. نقول له this dot state dot ال name بتاعنا هذك. كنترول اس. نشوفه مبعضنا. كما تشوف اي اي حرف باش نكتبه لهنا. كما تشوفوا قاعدة يتبع لنا وقاعدة يتبع لنا. لاني الهناي مخلي الكونسل. هاو الكونسل خلينا نعمل كومنت لهذا باش ما عاش يقراه. ما عاش يتبع لي في الكونسل. ونجي الهناي نكتب حوسيا مثلا بجاوي. وكما تشوفه قدامكم. قاعدة تخزن في state وبعدك state هذك قاعدة نتبع فيه. واضح? يلا الى اللقاء ونتقابل الفيديو القادم.